بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخامس والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هاتان الآيتان يقول جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذه هي نتيجة الاجتماع على الحق ونتيجة التفرق والاختلاف أما أهل الحق الذين تمسكوا به واجتمعوا عليه فإنها تبيض وجوههم يوم القيامة والذين تفرقوا واختلفوا تسود وجوههم يوم القيامة فقوله تعالى يوم تبيض وجوه أي وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أي وجوه أهل الفرقة والاختلاف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا بعد قوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم ذكر في الآية التي قبلها أن الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم وأنها تسود وجوههم يوم القيامة لسوء ما يلقونه من هذا العذاب العظيم وأما أهل الجماعة وأهل السنة فإنها تبيض وجوههم حينما يلقون جزاءهم عند الله جل وعلا يلقون الكرامة من الله حينئذ يسرون فتبيض وجوههم من السرور وهؤلاء إذا لقوا العذاب فإنهم يساؤون ويحزنون ويظهر ذلك على وجوههم بالسواد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم فصل سبحانه وتعالى بعدما أجمل فصل قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم أي عرفتم الحق ودخلتم في الإسلام ودخلتم في الإسلام ثم بعد ذلك تفرقتم واختلفتم واتبعتم أهواءكم فهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ويعتبر كفرا أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما عرفتم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو الحق وأن اتباعه هو الصواب ثم بعد ذلك ركبتم رؤوسكم واتبعتم آراءكم وآراء شيوخكم وقادتكم وأنتم تعلمون أنهم مخالفون للكتاب والسنة وإنما فعلتم ذلك عصبية واتباعا للهواء والشهوات هذا ردة عن دين الإسلام وكفر بعد إيمان أكفرتم بعد إيمانكم فماذا يكون جزاءكم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون في الدنيا تتركون الحق وأنتم تعلمون أنه حق وتأخذون بخلافه وبضده عصبية وشهوة من أمفسكم وإثارا للباطل على الحق فهذا ردة عن دين الإسلام وهذا يعني الاختلاف في العقيدة الاختلاف في العقيدة لأن الاختلاف في العقيدة يؤدي إلى الردة وإلى الكفر والضلال وأما الذين بيضت وجوههم يبين الله جل وعلا سبب هذا البياض الذي يحصل وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله يعني في الجنة لأن الجنة من آثار رحمة الله جل وعلا والجنة لا يدخلها المؤمن بعمله وإنما يدخلها برحمة الله وإنما العمل سبب كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي باقون أبد الآباد لا يخافون موتا ولا يخافون هرما وكبرا ولا يخافون مرضا ولا يخافون انقطاعا لما هم فيه من السرور والنعيم بل هم خالدون مخلدون وما هم فيه أيضا باق ومستمر لا يفنى ولا يزول وهذا إنما هو ثمرة إنما هو ثمرة التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء هذا عفوا وإنما جاء نتيجة جهاد وصبر ونتيجة أعمال صالحة ونتيجة تجنب لما حرم الله سبحانه وتعالى فحصلوا على هذه الكرامة بسبب هذه الأعمال الجليلة التي قدموها وعظمها وعظمها التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن خالفهم الأكثرون وإن عادوهم وقاطعوهم فهم لا يعبؤون بهم لأنهم على الحق ويعلمون أن ما أصابهم فهو في سبيل الله يصبرون على الأذى ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع ما يلقونه مع ما يلقونه من المشقة في ذلك فكانت عاقبتهم هذه العاقبة الحميدة أنهم يسرون يوم القيامة وتبيض وجوههم وأنهم يدخلون في رحمة الله عز وجل ويخلدون فيها وانظروا إلى نتيجة الفريق الثاني وأولئك لهم عذاب عظيم وأنها تسود وجوههم والعياذ بالله ففي هاتين الآيتين فوائد عظيمة الفائدة الأولى أن الفرقة والاختلاف بين المسلمين يسببان سواد الوجوه لأن الهرقة والاختلاف يصرفان عن الدين الحق ويوقعان في الباطل والضلال الله جل وعلا يقول ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون لا شك أن التفرق والاختلاف يؤدياني إلى الخروج عن شرع الله عز وجل تعصبا للهواء وإثارا للعاجل على الآجل فيحصل بذلك هذا الوعيد الشديد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الكلام على ما يستفاد من هاتين الآياتين الكريمتين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه